السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم واللي هنتكلم فيه في هذا الفيديو عن ملخص مباراة فورنتينا ووستهام يونيتد في نهاي بطول الدوري المؤتمر الأوروبي فوصل فريق فورنتينا إلى اللقاء النهاي بعد الخسارة أمام فريق بازل السويسري بنتيجة 2-1 في لقاء الزهاب ولكنه فاز في مباراة العودة بنتيجة 3-1 كما وصل فريق واستهام يونيتد إلى اللقاء النهاي بعد الفوز في لقاء الزهاب على ألقامار بنتيجة 2-1 ثم قرر الفوز في لقاء العودة وفاز بنتيجة 1-0 مما يعني أن فريق واستهام يونيتد نجح في الفوز في اللقاء زهابا وعودة أما فريق فورنتينا فخسر في لقاء الزهاب وكسب في لقاء العودة بيشارك مع فورنتينا النجم سفيان مرابط لاعب المغرب أما في واستهام يونيتد فبيشارك نايف أكراد لاعب المغرب والآخر وسفيان بالرحمة لاعب الجزائر آخر فريق كان فاز بهذه البطولة بطول الدوري المؤتمر الأوروبي كان فريق روما بقيادة المدير الفني جوزي ميرينيو اللي كان موجود في هذا الموسم في بطولة الدوري الأوروبي ووصل إلى الدور النهائي أمام فريق إشبيليا وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1 وفاز إشبيليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 وبدأ الشوت الأول من مباراة فيرونتيني أو استهام يونيتد مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وانتهى الشوت الأول كما بدأ بالتعادل السلبي بدون أهداف في هذه المباراة وحدث أعمال شغب من جماهير واستهام يونيتد في دياء 32 من عمر الشوت الأول وفي الدقيقة 1-49 فيرونتيني يسجل هدف في نهاية الشوت الأول ولكن يتم إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفار للتسلط والحكم احتسب 4 دقائق وقت بدل ضايع في الشوت الأول ودلوقت نتكلم عن إحصائيات الشوت الأول من مباراة فيرونتيني ووستهام يونيتد مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي فالتسديدات 7 لفرونتيني و3 لوستهام يونيتد والتسديدات اللي على المرمى لا شيء من فرونتيني ولكن واحدة لوستهام يونيتد الاستحواس 69% فرونتيني و31% وستهام يونيتد والتمريرات 283 تمريرة فيرونتيني و126 تمريرة فيرونتيني ووستهام يونيتد أما دقة التمرير في 84% فيرونتيني و72% فيرونتيني ووستهام يونيتد والأخطاء 5 لفرونتيني و7 لوستهام يونيتد والقلوط الصفراء لا شيء لفرونتيني و1 لوستهام يونيتد والقلوط الحمراء لا شيء عند الفريقين فيرونتيني ووستهام يونايتد أما التسلل فواحد لفرونتينا وواحد لوستهام يونايتد والركنيات ثلاثة فرونتينا واثنين وستهام يونايتد والأهداف لا شيء عند فرونتينا ولا شيء عند وستهام يونايتد ومن خلال تحليل إحصائيات الشوت الأول يتضح لنا التالي أن فريق فرونتينا كانت تزديداته أكثر ولكن التزديدات اللي على المرمى كانت أكثر لصالح فريق وستهام يونايتد وفرونتينا لم يسدد ولا تزديد على مرمى وستهام يونايتد الاستحواز النسبة الأكثر كانت لفرونتينا والتمريرات ودقة التمرير كانت أكثر عند فريق فرونتينا والأخطاء كانت أكثر على فريق وستهام يونايتد والقروض الصفراء كانت أكثر عند فريق وستهام يونايتد والقروض الحمراء لا شيء عند الفريق قريل والحمد لله أما التسلل فتساوى في الفريقين وفيرونتينا كان أكثر في الركنيات والأهداف تعدوا الفريقين بلا أهداف ولا فيرونتينا سجلت ولا واستهم يونايتد سجلت في هذا الشوت ومن خلال تحليل أرقام إحصائيات الشوت الأول يتضح لنا التالي أن التسديدات كانت أكثر من فيرونتينا ولكنه لم يستطيع استغلال هذه التسديدات والتسديدات اللي على المرمى كانت لصالح فريق واستهم يونايتد تسديدة وحيدة ولم يستغل لها لأنها لم تدخل المرمى الاستحواذ النسبة الأكبر كان لفريق فيرونتينا والمستحوذ على الشوت الأول بالكامل والتمريرات ودقة التمرير كانت أكثر عند فريق فيرونتينا نتيجة الاستحواذ اللي كان عمله فريق فيرونتينا في الشوت الأول والأخطاء كانت أكثر على فريق واستهم يونايتد في الشوت الأول مما أدى إلى وجود كارت أصفر لصالح فريق واستهم يونايتد في الشوت الأول والكروط الحمراء كانت الفريقين والحمد لله ما كانش فيه اي كروط حمراء والتسلل تساوى في الفريقين زي ما قلنا والركنيات كانت اكتر عند فريق فورونتينا ولكنه لم يستطيع استغلالها في الشوت الاول لكي ينتهي الشوت اول بالتعادل السلبي ما بين الفريقين في شوت كان في فورونتينا الافضل على طوال الشوت الاول ونجح انه هو يخرج بالنتيجة التعادل 0-0 لان فريق وستهام يونيتد لعب جيم دفاعي قوي جدا في الشوت الاول وقدر انه هو يخرج بالنتيجة التي يريدها هوية التعادل السلبي ففاصل وبعد الفاصل هنروح نشوف ملخص احداث الشوت التالي من مباراة فيرونتينا ووستهام يونيتد في نهائي كأس المؤتمر الاوروبي فخليكم معانا وما ترحوش في اي حت كان لكم بعد ما شفنا الفاصل عشان نتكلم عن ملخص احداث الشوت التالي من مباراة فريق ووستهام يونيتد في نهائي بطولة دوري المؤتمر الاوروبي فبدأ الشوت التالي وسجل سعيب بالرحمة الهدف الاول لصالح فريق بعد لمسة يد من لاعب فيرونتينا الايطالي وسجل فريق فيرونتينا هدف التعايدل في ايديا 67 من عمر الشوت التاني وسجل هدف فيرونتينا جيا كومو وجاء الهدف بعد كرة طويلة من لاعب فيرونتينا خلف دفاعات وستهام يونيتد قبلها بتمريره بالرأس وصلت عند جيا كومو داخل منطقة الجزاء وسددها ارضية سهبت في الزاوية البعيدة على يمين حارس مارما فريق وستهام يونيتد الى داخل الشباب وسجل فريق وستهام يونيتد الهدف التاني عن طريق بوين في الديئة 90 وجيه الهدف بعد كرة مقطوعة من لاعب فيرونتينا وصلت عند باكيتا ارسلها بيني خلف دفاع فيرونتينا لتصل للكرة عند بوين الذي انطلق بالكرة وسددها لحظة خروج الحارس الذي حاولت تصدي للكرة بعد ان استضمت الكرة بقدم اليسرى ودخلت الشباب والحجم بيحتسب تسعة ديئا وقت بضل ضايع في الشوت التاني لكي ينتهي الشوت التاني بفوز فريق وستهام يونيتد على فريق فيرونتينا بهدفين مقابل هدف في مباراة نهائي دوري المؤتمر الاوروبي المباراة اللي كانت بتقام في تمام الساعة العشرة مساء بتوقيت القاهرة ودلوقتي هنتكلم عن إحصائيات الشوت التاني فالتسديدات كانت سبعتاشر لصالح فيرونتينا وتمانية لصالح وستهام يونيتد التسديدات اللي على المرمى كانت اربعة فيرونتينا واربعة وستهام يونيتد الاستحواز كان تمانية وستين في المية فيرونتينا الو Two and Two وثلاثين في المية وستهام يونيتد التمريرات Million Corne LAURA và 167 تمريرเสر لفرونتينا و270 تمرير tylko deity دقة التمرير 80% لفرونتينا و 65% لفرونتينا و 15% لفرونتينا و 16% لفرونتينا و الكروض الصفرة أربعة و 33% لفرونتينا الكروض الحمراء لا شيء عند الفريقين والحمد لله أما التسلل فاتنين فورونتينة وثلاثة فريق وسط هام ينايتد والركنيات ثلاثة لفورونتينة وأربعة لوسط هام ينايتد والأهداف واحد لفورونتينة واثنين لوسط هام ينايتد ومن خلال تحليل إحصائيات الشوت الثاني وأرقام الشوت الثانية التضح لنا على التالي أن التزديدات كانت أكثر من فريق فورونتينة وتزديدات اللي على المرمى تساوى فيها الفريقين في الشوت الثاني والاستهواز النسبة الأكبر كانت لفريق فورونتينة وده أكبر دليل على سيطارة فريق فورونتينة على المباراة والتمريرات كانت أكثر من فريق فورونتينة بنسبة كبيرة ودقة التمرير كانت أكثر عند فريق فورونتينة اللي كان متسيد الشوت الثاني ومتسيد اللقاء بالكامل أما الأخطاء فكانت أكتر عند فريق واستهام يونيتد والقروط الصفراء كانت أكتر عند فريق فرونتينا بالرغم من أن الأخطاء كانت أكتر عند فريق واستهام يونيتد ولكن الفريق مش كبير والقروط الحمراء لا شيء عند الفريقين والحمد لله التسلل كان أكتر على فريق واستهام يونيتد والركنيات كانت أكتر لصالح فريق واستهام يونيتد والأهداف كانت أكتر لصالح فريق واستهام يونيتد ومن خلال إحصاءات وأرقام الشوط التانية التضح لنا التالي أن فريق فيرونتينا كان الأفضل في هذا اللقاء ولكن الذي فاز في النهاية وفريق واستهامي نايتين اللي كان بيدافع بطريقة جيدة جدا جعلته يحافظ على المباراة والبطولة ويصل إلى الهدف المرجو منه وهو الحصول على بطول الدوري المؤتمر الأوروبي فاستهامي نايتين بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه ومنذ وقته طويل جدا لم يستطيع فريق واستهامي نايتين الحصول على أي بطولة في البطولات التي يشارك فيها ففي النهاية فريق واستهامي نايتين بطلا لبطول الدوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2022-2023 وهو البطل التاني بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز في أول بطولة لصالح الفريق روما وهو أيضا فريق إيطالي ولكن هذه المرة الذي يفوز بالبطولة هو فريق إنجليزي وليس إيطالي عشان خاطر بكذا يكون تأهل فريق واستهامي نايتين إلى بطولة دوري الأوروبي لموسم 2023-2024 ففي النهاية بنبارك لفريق واستهامي نايتين الفريق الإيطالي روما عشان بكذا يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال ادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر